ايه هي الكيانات الكبرى مين انا من حقي كمواطن مصري من حقي كاعلام مصري من حقي كبرلمان مصري ان انا اعرف انت كحكومة بتوقع مع مين الكيانات الكبرى دي اماراتية لازم ادور ورا الكيانات دي هل لها شركات في اسرائيل ولا لا لازم ادور ورا الكيانات دي هل لها شركات مع دول بالنسبة لي خطر على الامن القومي ولا لا لازم أشوف أنا بدخل مستثمر أجنبي إيه أصله وإيه فصله الكيان ده تبع إيه الكيان ده إيه تاريخه الكيان ده معانا ولا علينا الكيان ده عدو ولا حبيب مش كده ولا إيه يا جماعة ولا إحنا بنيجي أي حد شايل شنطة فلوس بنقعد معاه ونقول له هات يا بيه الشنطة خد يا بيه الأرض يلا توكل على الله حلال عليك البلد ما هو ده ما بيحصلش وما ينفعش يحصل ولو حصل فهو غلط ولو غلط لازم يتصلح عشان كده بقول لك الكلام ده بعيدا عن الموقف السياسي من هذه الشرذمة مصطفى مدبولي وسيء الذكرى عبدالفتاح السيسي الوقت بنتكلم على بلد الجماعة خارجين فرحانين إنهم باعوا البلد العنوان العريض النهاردة زغرتوا يا جماعة بيعنا مصر مصطفى مدبولي خارج النهاردة يقول لك أنتوا ليه مش فرحانين ده احنا بيعنا البلد أنا مفوض أفرح لأنك بعت البلد آه لأن أنا محتاج دولار وأنا مالي أنت محتاج دولار أنت راجل فاشل ضيعت كل الدولارات اللي دخلت لك في العشر سنين اللي فاتوا جاي دلوقتي تبيع البلد وتقول ليه مفوض أفرح لا مش مفوض أفرح مفوض أسأل إيه هو حجم الصفقة الصفقة دي بكام 22 مليار بتوع رأس الحكمة اللي تكلمتوا عنهم واللي دلوقتي الأذرع بتاعتكو دايرة تبشر وتقول بيعنا رأس الحكمة 22 مليار 22 مليار دول ده السؤال التالت مقابل إيه؟ مقابل إيه يا دكتور مصطفى؟ بعتوا إيه مقابل 22 مليار؟ بعتوا أرض مصر؟ بعتوا أرض رأس الحكمة؟ ولدتوها حق انتفاع؟ إيه آلية الاستفادة؟ المستثمر الكائنات الكبرى استفادت إيه؟ خد منك الأرض دفع لك 22 مليار؟ خد الأرض إيه بقى؟ اشتراها؟ إراد رأس الحكمة كله رايح له؟ لما تكلمنا على رأس الحكمة زمان وقلنا ومشي همتقول لا فيش بيع ما بنبيعش مش عافية دلوقتي إحنا هو عملنا الاستثمارات وخلاص بعدين آخر سؤال اللي أنا عارف إنه هو ما ينفعش أسأله الواحد زي مصطفى مدبولي ولا عب فتاح السيسي لكن لازم أسأله هو إيه الجدول الزمني للمشروعات دي؟ يعني أنت بتقول خلاص إحنا عملنا مشروع دخل الاستثمارات جاب لنا ثقة الكانت المشروع ده هيخلص في كم سنة؟ الفلوس دي هتتدفع مرة واحدة ولا على أقصاد؟ الفلوس اللي هتتدفع دي هتروح فين؟ على قد إيه؟ هتصلح بيها إيه؟ وهتسيب إيه؟ الراجل اللي داخل المستثمر الأجنبي ده هل ليه حاجات تانية؟ هيمدد فيها استثماراته؟ هل فيه أراضي تانية هتتباع؟ هتقولوا لنا الكلام ده إمتى؟ وهتقولوك إنه إقرار واقع ولا هيعرض على البرلمان عشان يقول ده صح وده غلط على أساس أنه عندنا برلمان الإعلام والمجتمع المدني ليه حق النقاش والمشاركة ويقول آه ويقول لا ولا احنا متفرجين دي كلها أسئلة لازم أنت كمواطن مصري تسألها للناس دي بلدك بتتباع قدام عينك الجماعة بيبيعوا راس الحكمة قدام عينك كل إرادتها وكل فلوسها وكل حاجتها هتروح للكيانات الكبرى بين قسين الإماراتية اللي وراها إسرائيل يعني ممكن هقول الكلمة اللي أنا بكررها ويمكن الأسبوع ده قلتها أكتر من أربع مرات هنصحى في يوم الصبح هنلاقي مرشات عسكرية وقرآن بس مش هنلاقي مصطفى مدبولي بيقول بيان هنلاقي بيان بيقول نعم فتح السيسي مش موجود لو ده حصل والبيان ده تم وفجئنا كلنا نعم فتح السيسي مش موجود هنبص شمال هنلاقي راس الحكمة فيها إسرائيليين وهنلاقي شركات إماراتية وراها إسرائيل وهنلاقي الحتة التانية السعودية خدتها وهنلاقي الحتة التالتة الكويت اشترتها وهنصحى مش هنسأل على سيء الذكر هنقول كذا وراح بس هنسأل على مصر وهنقول مصر فين يا جماعة أراضينا فين؟ مواردنا فين؟ الأماكن اللي كانت جنة الله في الأرض عندنا في مصر زي راس الحكمة راحت فين؟ مين الناس دي؟ الناس دول بيعملوا إيه هنا؟ الأرض دي ليه مش بتاعتنا؟ إراضها ليه مش جايلنا؟ مين اللي شغالين في الأرض دي؟ ليه مش موظفين مصريين؟ مئات الألاف من فرص العمل أنت متأكد يا مصطفى مدبولي أن مئات الألاف من فرص العمل المصرية؟ ولا الإماراتية؟ ولا الإسرائيلية؟ ولا السعودية؟ ولا أي دولة تانية؟ لازم النهاردة نسأل ألف سؤال لأن الحقيقة الشعب المصري مش بعير إحنا مش عايشين في حضيرة بيقودها عبد الفتاح السيسي ومصطفى مدبولي بيعملوا اللي هم عايزينه وبيطلع عالناس في الانتاج الإعلامي يطبلوا والشعب المصري ساكت ماينفعش الناس تسكت اللي بيحصل في رأس الحكمة هيحصل في مطروح، هيحصل في اسكندرية هيحصل في برسعيد، هيحصل في رأس البرة هيحصل في العريش، هيحصل تحت في لقصر وأسوان الراجل عريان الراجل ما بقاش عنده حاجة غير أرض بلدك غير أرضك، غير أرض ولادك الراجل بيبيع فنادق زي ما اتكلمنا مبارح بيعني تمن بخص لأنه مش معاه وهيبدأ يبيع أرض بلدك هيطلع الأفقين اللي في مصر النهاردة يقولك هو أنتو مش عجبكو حاجة؟ إحنا قلنا لكو أن إحنا مش هنسقط يا ابني هو أنت فاهم السقوط إيه؟ إنه النظام ما يسقطش؟ ما هو النظام ده هياخدك ويغور في دهية يعني طالت المدة أو قصرت أنتو كلكم رايحين في ستين دهية إن شاء الله يعني قريبا لكن البلد دي البلد دي أنت بعد النظام ده هتدور على حذاء للنظام جديد تلعقه أو تبقى في رجله مش هتلاقي لأنه مش هكون في بلد ساعتها بقى روح للإمارات أو الكيانات الكبرى اللي وراها إسرائيل عشان تبقى حذاء في رجليهم دي حاجة راجعلك يعني أنت وضميرك وكرمتك لكن ما يحدث وما حدث مش بس فنكوش زي ما بنتكلم لكن هو خيانة عظمة مصر بتتباع يا 109 مليون مصري قدام حضراتكو والمفروض أن أنتو تفرحوا